يا صباح الفل والورد والياسمين والحاجات الجميلة النهاردة متفقلة جدا عشان خاطر كمان في الفقرة دي معي شخص غالي علي جدا وانا كنت مهتمة ان هو يكون معي في صراحة لا اسباب بقى هنعرفها بقلب الفقرة هحب اراحها بدكتور ابراهيم محمد دكتور بيتاري يا مرحب بيك يا مرحب بيك يا دكتور ربنا احفظك يا دكتور طبعا احنا دلوقتي دخلين على موسيم الشتر في حيوانات كتير جدا ومنها طبعا الحيوانات الاليفة اللي موجودة في البيت لان دي اهم حاجة دخلين بعنا مشاكل البارفو ومشاكل الولادة واذا ازاي يعني قدامنا حيات كتير او يتحب ان نبدأ منين بزبط انا احب الاول بان نتكلم عن اهمية تربية الحيوان في البيت وازاي طالما احنا دخلنا فرض من الافراد الغريبة ليلبيت فيعتبر الاليف خلاص طالما دخل البيت يبقى اصبح فرض من افراد المجتمع اكيد كمرعاة كتطعيمات كاكل ككل حاجة تمام تمام في الاول انا احب اتكلم عن اهمية تربية الحيوان للشخص وللفرض والمجتمع على فكرة مهمة جدا جدا وخصوصا لو ركزنا ان حالات معينة بيتم علاج بها انواع معينة من الامراض النفسية عن طريق تربية حيوان الاف بالضبط تمام لو كن لو تكلمنا عن اهميتها فاحنا بنتكلم عن انت بتجيب كائن الاف في البيت بانك تتعامل معه تمام ايه فايدته بالنسبة لي انا هحس بفرق ايه بعد ما اجيب الحيوان الاليف وقبل ما اجيب الحيوان الاليف من فوايد الحيوانات الاليفة وتربيةها في البيت اللي هي زي ما تقولي حضرتك تحسين الصحة العامة بمعنى بمعنى انا كنت لسا هسأل حضرتك تمام بمعنى بالوقت كتير من الاشخاص بيلاقوا مشاكل في البيت مشاكل عائلية مشاكل اي ظرف من الظروف اللي ممكن تحصل وجود الحيوان في البيت بيقلل التوتر بيقلل الحالة العصابية اللي ممكن تبقى موجودة في البيت وبياخد نص اهتمام الفرد يعني مثلا بدل ما انا افضل مهتمة بمشاكل وكذا كذا كذا انا ممكن ازل وقت ده للحيوان ده واحس معاك بروحها نفسية بالضبط وخصوصا ان الحيوان من الكائنات الاليفة الوفية للانسان بالذات الكلاب وخصوصا لو اتكلمني في موضوع الكلاب بالضبط كذا وخصوصا في الكلاب يعني الكلاب ومش معنى كده ان القطط ما فيهاش صفة الوفاء لا بس هي اختصت للكلاب القط هقوللي عحضريك على حاجة من المواقف اللي تحضرني دلوقتي كان جت حالة قط كبيرة جت للعيادة تمام سلوكها متغير تماما طيب مع التشخيص مع الكشف مع كله الدنيا تمام ما فيش اي مشاكل طيب المشكلة في ايه واحنا منتكلم مع صاحب الحالة قال لنا اصل هو كان متعلق جدا بابونا وابونا توفى من اسبوع وما بيهداش ويرتح الى لو نحط عليه حاجة من ريحة الحج لا اله الا الله وده كانت قطة ده من المواقف بصراحة اللي هي مسجلة في دماغي وعمري ما هنساها ونرجع برضو للفقرة الاولانية فقرة مكارم الاخلاق ان لولا الاخلاق الحميدة مع الحيوانات برضو ما كانش الحيوان نفسه هيحس بالحب ده او هيجي له اكتئاب او هيفقد الشعور بالامان لولا ان الشخص كان لطيف معايا وكان بيرعي ربنا وبيتقي ربنا فيه الشرع نفسه او وصانا بان احنا ناخد بالنا من الحيوانات برضو وكل على كل يعني في كل كبد رطبة اجر ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرنا كتير كتير جدا من يعني مرة الرسول عد على قوم لقى الفراخ بتصيح فسأله من اللي فزع معنا الحديث من اللي فزع الفراخ دي عن عيالها ردوا اليها صغارة وهنا برضو هتطرق لحضرة الموضوع يعني بيحزنني كتير جدا جدا اللي هو قطط الشوارع وكلاب الشوارع ومعاملة المجتمع عليها مش كله طبعا ما بحبش اعمم بس انا بتكلم على طائفة كبيرة من المجتمع وبالأخص الاطفال لو احنا وعيناهم بشرعنا وعيناهم بقيمنا واخلاقنا اللي احنا تربينا عليها تفرق كتير جدا في موضوع حيوانات الشوارع اكيد انا عايز اقولك ان في المناطق الشعبية ممكن يربطوا الكلب بحبلة غزيل بنشوف حاجات بشعة ويكونوا عادي جدا وفي حالات ممكن يكونوا يعني من اهانتهم للكلب او وخصوانا بتحصل بكلب او القط يعني ممكن تلاقي واحد يضرب قطة بالشلط بالشلط داي قطة عادي جدا اقولك دي قطة كأن القطة دي مش روح ده حرام اصلا شرعا يعني مش دخلت امرأة النار في هرة في هرة صحيح صحيح ودخل رجل الجنة بسبب كلب انه سأكل انه سأكل فده بيعلمنا مكارم يعني مش بس كده احنا مش عايزين نخلق من موضوعنا بس انا بس عايز انبه حضرك بان ده ان امرنا بان احنا نراعي ونعطي الحيوان حتى حقه اكيد وعشان برضو ما نتطرقش المواضيع اخرى نرجع تاني اهم التطايمات في فترة الشتة اللي جاية اهم التطايمات هي الشتة معروف بكترة الامراض اللي هي مختصة بالجهاز التنفسي بسبب دخول الفصول وانتشار الفيروس في الجو تمام وهركز هنا بالاخص عند الكل فيه عندنا اللي هو البرفو وده مشهور جدا جدا تمام وكمان برضو شبيهة لهات دستنفر ده من الحاجات اللي بتيجي للكلاب تمام مهم جدا التطايمات فيه ناس بتقولك لأ طالما قاعد في البيت ما بيخرجش سواء قط او كلب بركز القط او الكلب اللي اتنين اللي هم جدول تطايمات عند الطبيب المختص اللي حضرك بتتابع او حضرك بتتابع معاه ده لازم لازم تمشي عليه مش عشان هي تربح او اي حاجة للجهة اللي انت بتروح لها اطلاقا بس هي عشان صحة الحيوان رقم واحد وصحتك رقم اتنين او صحتك سواء المربي او المربي فيه ناس بتقول ان طالما اخد السوماني واخد بعديه التطايم اللي هو بتاع السنة تقريبا وتطايم السعار عند التسعة شهور مفيش دائل اي تطايمات تانية بيقبا خلاص كده اخد تطايماته كلها لا مفيش الكلام ده التطايمات طول ما الكلب موجود لغاية ما يربلغ بانه خلاص كبر وصل لسن الشيهوخة بالنسبة للكلاب او القط اللي هو سن كم بقى؟ اللي هو تقريبا نقول عند السن السبع سنين او ثمان سنين تمام اللي هو السوماني اللي هو السوماني فيه كذا نوع فيه السنائي وفيه السوماني فيه برده الخماسي فيه كذا نوع كتير موجودة في السوق بس مهم جدا برضو وانت بتدي التطايم تعرف الجهة اللي بتجيب منه التطايم موسوق او لا اكيد كعيادة بيطرية كالجهة اللي انت بتتعامل بيه تمام بتتعامل معها بالنسبة للأكل بقى التغذية السليمة للكلب او القط سؤال مهم جدا فيه ناس بتقول ان انا لو اكلت الكلب ناي يجيله سعار فيه ناس بتقول لا ده لازم ياكل ناي لان انت كده بتخالف الطبيعة ضد قانون الطبيعة يعني الكلب بطبيعته بيأكل الحاجة ناية والقطط عموما يعني هو حيوانات برية زي ما بيقوله في اصلها وطبعها بالضبط بيقوله لما انت بتيجي تأكله مستوي او بتطيب الاكل فهو كده بيفقد كل العوامل او الفيتامينات اللي المفروض تكون في الاكل الناي تمام خلينا نتطرق في الموضوع ده لشيقين الحيوان كونه يكون بري او متربي برا في الشارع وحيوان متربي عندنا في البيت تمام بتختلف جدا برضو من ضمن الحاجات الناس بتسألها طب انا مديش التطايمات لقططي ما هي قطط الشارع عايشة ازاي من الاسئلة اللي بيتسئلوا عايشين وكل حاجة تمام بس برضو ممكن يكون فيهم مرض انت مش شايفه بالضبط ما هي ده نفس الرد في النقطة اللي حضرتك سألت عليه ليه ما تديش للكلب اللحوم الناي ليه اللحوم الناي مهما كان مصدره في بكتيريا موجود فيه مهما كان بيموت عند درجة حرارة اما قليلة يا اما عالية تمام فكون بان انا اقدي للكلب اللحوم الناي مش معنى بان الكلاب البرة طالما هي بتاكل نحوم الناي بان دي طبيعتها بانها سليمة اكيد يعني ممكن تاكل لحم ني يكون فيها مايكروب او مرض معدي زي مثلا حتى السعار ممكن يجي فعلا السعار لو اللحم ني فيه نسبة دم عالية واللحم ده من مصدر غير موثوق انا ايش ضمن بان ممكن يبقى اللحم ده من حيوان مسعور فاهماني حبيبك فالدم ينقل السعار صحيحة وبرضو من الحقيقة يعني فيه ابحاث بطالك الدم ممكن ينقل السعار او اللحم الناي ينقل موضوع السعار طيب اعراض السعار عند الكلب ولو كلبه مسعور عبد بني ادم ممكن بني ادم دا يموت انا هقول لحبيبك دلوقتي هنتكلم مثلا عن السعار واعراضها تمام السعار طريقة نقله الرقم واحد والاساسي هو عض من كلب مسعور تمام اي حيوان سواء قطة تعضت من كلب مسعور كلب تعض من فار مسعور ممكن قطة يجي لها سعار طبعا عشان كده بنقول برضو تطعيم السعار مهم بالنسبة للقطة تمام افردوا القطة طلعت برة البيت لأ زي مقطة مهمة كده غايبة عننا والله ممكن القطة بتجي لها سعار ممكن افرد يا طلعت برة البيت تمام وتعرضت لقطة مسعورة او فار مسعور او كلب مسعور في الشارع وده برضو هنترك برضو عن الكلف الحال عن اليوم السعار العالمي اللي هو بكرة يوم 28 سبتمبر تمام نرجع للموضوع افرد القطة تعضت من كلب مسعور من فار مسعور من قطة تانية مسعورة هتنقلها السعار وبالتالي هتخش البيت طيب افرد انا تعضت من السعار او افرد فيه قطة تعضتني تمام موقفي ايه عموما رقم واحد لو فيه اي قط غريب او كلب غريب او اي حيوان غريب انت عندك شبهة انك تعضيت منه يبقى رقم واحد عند اقرب مؤسسة حكومية اللي بتوفر الامصال دي اللي هي اغلبها في الحميات لازم تروح ليه لازم من غير اي تفكير عند اليوم رقم صفر اللي هو يوم العط تمام ليه لو اهملت الموضوع ده ووصل للمركز العصبي شكرا شكرا الانسان خلاص هيمت بيجي له حالة هيج اللي انا فهمته بيجي له هيج عصبي دايما بالزبط والسخنية على طول بالزبط والسل العيب اه والموض بالزبط المصل في الاول بيبقى ضد الفيروس وبرضو بيبقى فيه جرعات متتابعة لها بيحددها مركز الحميات او مستشفى الحميات اللي حارت بتروحي له وتتجه ليه طيب احنا برضو زي ما حارك وانا قلنا ان احنا دخلين على فصل الشتاء تمام اه مع وجود الكورونا اللي مشرفون ومنورون جميل اه هل الكورونا بتيجي للحيونات الاليفة وهل ممكن نقلها للبنيادة مع طريق الحيوان سؤال في منتهى الاهمية بس لازم حضرتك تعرفي حاجة كل يوم منظمة الصحة العالمية بتتطلع تقرير جديد تقرير حديث لما نيجي مثلا في بداية ظهور كأحد كورونا اللي هو بداية في بداية السنة نقلزلوا بيان على الصفحة الموقع الرسمي فبيقولوا بان القطط مش الى الان يعني حتى لو لاحظت في كل تقرير حتى الان حتى الان حتى الان لم تثبت اي اصابة الهرر او قطط من كورونا كوفيد 19 طيب طيب ايه احدث تقرير فاجئني احدث تقرير هو ان اكتشفوا حالات خصوصا القطط والنمور بتلقط العدوى من صاحبها لكن ما تلقطش على عدوى من قط القط ده بقى المفاجأة التانية بتنقل من قط القط بس ما اكتشفوش حالات من قط الانسان ده الجديد ثانية واحدة بس عشان المشاهدين ما اكتبوش مننا عشان انا نفسي اتلقبط يعني ممكن لو صاحب القطة عنده كورونا ينقل الكورونا للقط والقط ينقل باحداث الدراسات اللي نزلتها منظمة الصحة العالمية ده لازم نأكد عن الموضوع ده لان كل يوم بيكتشفوا حاجات جديدة عن الكوفيد 19 طيب يعني ممكن صاحب القطة يكون عنده كورونا ينقلو للقط القط ينقلو القط لكن القط التاني ما ينقلوش من القط الأولان يعني هي النقطة بان القط ممكن تتصاب من صاحبها لو كانوا صاب ايوان بس هي ما تصابش صاحبها في نوع من أنواع القوارض اللي اكتشفوها في أمريكا الشمالية اللي نقلت كورونا من حيوان لإنسان بس نوع واحد من القوارض عشان كده بقول الح owners لازم المتابعة في الحوارات دي أنا ما بقولش كده عشان أخوف الناس من الاقتناء أو تربيت الحيوان الأليف لا أنا بقول كده عشان ناخد بالنا من الهايجينا صحتنا العامة لو أحنا مصابين مثلا أو عندنا اشتباهة واحتمالية بالإصابة بنبعد عن الحيوان الأليف يعني أحنا مصدر قطر للحيوان الأليف مش العكس عشان كده أنا مستغرب من الناس اللي صربت حيواناتها في أول الجايحة آه دي حاجة دي أفني جدا أنا شفت كتير من الناس كان بتفتح البيبان واتطلع كل الكلاب اللي عندها وللأسف يعني الكلاب بهزة السمن يعني أنا لو قلت لك الكلاب بيوسف بسبعين ثمانين ألف جنيه بيترمي في الأرض حرام بقى يعني هي كون مش في القيمة قيمة الحيوان المادية هي قيمة الروحية بتاعته يعني ده كائن حي روح الواحد بيباي يعني أنا جاي بحاجة بسبعين ثمانين ألف جنيه وهو أن علي الفلوس من الخوف الزائد عن جهد بالزبط الخوف الزائد عن جهد لازم أكد لازم تتعلم قبل ما تتصرف أو تسأل أهل العلم قبل ما تتصرف أكيد بس هو زي ما تقول الزعر برضو في أول الكورونا زي ما كلنا خوفنا وقلنا خلاص يعني هتقضي على البشرية وكلنا كنا مرعبين والموسكوات وخلاص يعني وما زال خوف في جائحة ممكن ديكي تاني فلازم نعمل احتياطاتنا ما نسربش الحيوانات بتاعتنا الأليفة هي النقطة الوحيدة أنا لازم أبقى متابع لأحدث الحاجات اللي بتنزل عشان أرائب عشان أشوف الدنيا لو لأن حتى من نظام الصحة العالمية بكل أخبارها بتؤكد أنه إلى الآن حتى الأنزمة قط الحضرة طيب فهنا الدعوة بأن نحافظ على الصحة العامة بتاعتنا وعن تعاملنا مع الطرف التاني احنا ممكن نلقل لو مثلا واحد مصاب كوفيد 19 كورونا الحديثة يتعامل مع إنسان تاني ينقل له العدوى هل معنى كده هطلع الإنسان ده من بيتي؟ لا فهي نفس الفكرة بالنسبة للقط وبالنسبة للكلب أو أي حيوان أليف عندي في البيت طيب طيب فيه بقى نقطتين مهمين لازم نتكلم فيهم أول نقطة بس إحنا فضلنا خمس دقيق وهنختم ماشي محبو أول نقطة رجول الفراخ أو الكارتة زي ما الناس بتسميها يقولك أنا بجيب رجل الفراخ وبجيب الرأس بتاعة الفراخ بيقصوا الضوافر وبيقصوا المنقر وبيسلقوا بيأكلوا للكلام الكلام ده مظبوط ولا زي ما معظم الناس بتقول ده بيجيب جرب وبيجيب دود أنا هقول لك على حكة أنا في النقطة دي هتكلم عن حكة حكتين الراس ويهي الرجلين وهتكلم عن عظم الفراخ اللي هي الهياكل تمام بالنسبة ليه الهياكل ممنوع الهياكل ممنوع ليه؟ الهياكل عبارة عن عظم كميل؟ مع احترام لأي مدرسة تانية تمام الهياكل عبارة عن عظم تمام تمام؟ بيعتمدوا على البلع فلما أنا يجي أقول مثلا أكلوا هياكل فأنا بالتالي أنا هو دلوقتي الكلب أكل هيكل كسروا بلعوا ممكن العظم تجرح معدته؟ ممكن تجرح معدته تعمله التهابات مع الوقت في كلاب تبقى سليمة وقويسة وصاحبة يقول لك أنا بأكلها هياكل والدنيا تمام بس الأعام أو الأكتر الأكتر بأن العظم بيأذي حيوان الأليف طب سريعا كده يا دكتور استمرارية أكل الروس والرجول دي بيقعب مطاري جدا عب مطاري بس كارتليجز كله مالوش منه الفايدة الكبيرة أنا عايزة دخل الحيوان أو الأليف اللي عندي نسبة بروتين وعايزة دخله نسبة كاربوهايدريتز وعايزة دخله نسبة من كل فيتامينز وكل حاجة من الأكل المفيد طب نأكله إيه؟ نأكله إيه؟ ده سؤال مهم إيه الممنوع والمسموح في الأكل؟ المسموح في الأكل مثلا عندك صدور الفراخة تمام ممتاز جدا عندك مثلا شربة الخضار حلو جدا على رزق مليانة من الفيتامينات وعالرز أو مكرونة برضو مسلوقة برضو من المسموحات تمام برضو لو جمنا اتكلمنا عن البطاطس حاجة مفيدة جدا طيب سريعا يا دكتور معلش أنا بأسئلة كتير يعني بس إنه مشاء الله الحلقة مليانة المرض السكري عند الكلاب طبعا إحنا عارفين إن الكلاب كلها ما عندهاش بنكرياس تحرق السكر فكتر النشويات ده ممكن يجيب له سكر؟ في معلومة غلط ما فيش حاجة اسمها الحيوان آيف ما عندهمش بنكرياس عندهم بنكرياس بس نسبة الإنسولين اللي بتفرزوا البنكرياس مش زي الإنسولين بتفرزها الإنسان تمام فكتر السكريات عموما غلط كتر النشويات الضرة غلط أكيد السكريات زي الحلويات زي الحاجات ده كلها غلط وبرضو من الممنوعات من الأكل برضو عشان أقول الحقيقة من أهم الحاجات البصل والتوم لما نيجي نعمل الحيوان أكلهم ما نقلش مع الأكل بصل والتوم التوم أخطر من البصل بس الاتنين خطرين تمام من الممنوعات برضو اللبن هتقولي إزاي؟ أنا هتستغربي كده الزب إزاي؟ اللبن مشكلة معه أو مشكلة الحيوان أغلبه فيه حيوانه ما فيهاش الموضوع ده بس أغلب الأليف بيبقى عندهم اللي هو اللاكتوز انتولرنس اللي هو ما يقدرش يهضم مادة اللاكتوز اللي في الحليب بيضبط عشان كده لما تتيجي الأمة تتوفى وتسيب الجروس تغيرها يقولك ما تجيبش لبن سنوع عشان فيه اللاكتوز عشان كده بنقول هات حاجة فري لكتوز أو حاجة خاصة بهم بيتتبع في العيادات أو في المحلات الخاصة بالحيوانه في الأليف وبيحصلوا حالة انتفاخ؟ بيحصلوا انتفاخ وممكن يحصلوا إسهال والإسهال طالما حصل إسهال يبقى فيه بعناصر من الجسم انت بتفقديه في الإسهال فأنا كده بتضره تمام إحنا كده فضلنا دقيقة دكتور فأنا عايزة كلمة أخيرة لكل مربيين الحيوانات الأليفة من حالاته نعم ماشي في الأول أنا أحب أتوجه بأصحاب الحالات بين طالما دخلته حيوان أليف للبيت لازم تعتبروه فرد من أفراد البيت أفراد العيلة تطعيماته مصاريفه تعاملوا له مصاريف أكله شربه هتزود الحالة رفاهيته لازم تحطوه من ضمن البطش الرفاهية برضو حيوان كائن له يعني بيتأذى نفسيا بالإهمال بيتأذى جسديا بأمراض بسبب الإهمال ونصيحة لهم لو حصل جائحة كورونا رجعت تاني أو أي حاجة أرجوكم أرجوكم ما اتطلعوش حيواناتكم الأليفة برى البيت لأنكم بيسؤولين عنهم أكيد طبعا أنا تشكرك جدا يا دكتور إبراهيم شاركتني ونورتني وطبعا دعوة لكل اللحابة بيكون موجود معنا رقم التواصل هيكون موجود على الشاشة حالا مستنياكم مستنيا قراءتكم في الحلقة مستنيا تصاراتكم كمان مستنيا كل حاجة منكم واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج دورك إلى اللقاء